اهلا بكم في قناة احمد ستوري قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد فيلم النهاردة بيتكلم عن الكرة الارضية والحياة عليها في المستقبل وده بعد ما البشر اخترعوا فيروس قاتل وما ادروش يسيطروا عليه وبسبب الفيروس بيموت ملايين البشر وفي نفس الوقت ده بيكون الفيروس سبب في تطور سلالة الارود لحد ما بيعدي عشرات السنين وبتتحول الارض الكوكب بيحكمه الارود واللي بيكون زكاؤهم وصل لمعدل زكاء الانسان وتفوقوا عليه ده غير انهم بقى عندهم القدر على الكلام والاراية والكتابة في حين ان سلالات البشر بدأت في الانقراض وتحولوا من ازكى المخلوقات لبشر بداية جدا معروفين باسم الايكو وبيبدأ فيلمنا مع قبيلة من قبائل الارود واللي اسمها قبيلة النسور وبنعرف ان القبيلة دي متخصصة في تربية النسور من سنين وعلشان كده من عادات القبيلة ان كل ارد شاب بيدور على بيضة نسر ولازم يهتم بيها لحد ما يخرج منها النسر ويربيه ويبقى صديقه وعلشان كده بنشوف نواة ابن شيخ القبيلة واتنين من اصحابه واللي هم انايا وصونع وبيظهر ان التلاتة خارجين رحلة في الغابة علشان يفتاشوا على بيض النسور واخيرا بعد ما شافوا عش البيض النسور بيكتشفوا ان ما فيهوش غير ثلاث بيضاته بس وبيكون من قوانين القبيلة انهم يسيبوا بيضة واحدة للامة على الاقل وعلشان كده بيقول نواة لاصحابه ان كل واحد فيهم ياخد بيضة ويسيبوا التلتة في العيش اما هو فبيتحرك في الغابة وبيدور على العيش تاني وفعلا بعد فترة بيقدر يلاقي عيش البيض النسور وبعد ما بياخد منه بيضة بيتفاجئ بالام وهي بتهجمه وده بيخلي نواة يفقد توازنه وبيقع من فوق الجبل وساعتها اصحابه بيصراخوا وبيفتكروا انه مات ولكنهم بيتفاجئوا ان نواة متعلق في الشجرة وبيقدر يتسلقها وبينقذ نفسه وبيرجع التلاتة لاحصنتهم علشان يرجعوا للقبيلة ولكنهم بيتفاجئوا ان فيه كائن غريب سرق شال نواة وهرب بيه وده بيخليهم يجروا وراع علشان يرجعوا الشال لحد ما بيوصلوا للنفق المحظور وهناك بيلاقوا الشال بس وقتها بيكون نواة عايز يعد النفق علشان يعرف مين اللي سرق الشال ولكنه بيفتكر انهم ممنوع يعدوا النفق فبيرجع في قراره وبيرجع للقبيلة وهناك بيروح نواة لوالده وبيقوله انه لقى بيضة نصر وهيبدأ في الاهتمام بيها لحد ما يبقى عنده نصر صديق ليه ولكن بمجرد ما بيدخل نواة القوضة بيشم والده ريحة غريبة وبيكتشف ان الريحة دي جاية من شال نواة وساعتها بيقوله نواة على اللي حصل معاه وبيتفاجأ لما بيعرف من والده ان الريحة اللي في الشال دي تبقى ريحة بشر وبيعرف ان اللي سرق منه الشال يبقى انسان وعلشان كده بيعمل والد نواة اجتماع مع كبار القبيلة علشان يناقشوا فيه اللي حصل وفي نفس اليوم بالليل بيحس نواة بحركة في المكان وعلشان كده بيمشي في اتجاه الصوت اللي سمعه لحد ما بيتفاجأ ببشرية قدامه واول ما بتشوفه بتهرب بسرعة فبيحاول نواة انه يوصلها ويمسكها ولكنه للأسف بيفشل وفي الوقت ده بيكتشف ان بيضة النصر اللي معاه تكسرت وده بيخليه متضايق جدا وعلشان كده بيقول لاصحابه انه هيروح للغابة يدور على بيضة جديدة وبيخرج نواة للغابة بالليل ومش بيستنى لتاني يوم وفي طريقه للغابة بيشوف واحد من الارود المقنعة واللي بيكونوا من قبيلة تانية اسمها قبيلة سيزر وبيتفاجأ نواة لما بيلاقي الارد مقتول في الغابة وبيتصدم لما بيلاقي واحد من كبار قبلته وراه ومتصاب اصابة خطيرة وبيقول لنواة يهرب بسرعة من هنا وده لان فيه ارود تانية من قبيلة سيزر في الغابة وللأسف بيموت قبل ما بيقدر نواة انه ينقذه واسعتها بيهرب نواة وبيستخب بين الاشجار وبيشوف قائد قبيلة سيزر واللي بيكون اسم سيلفا وبيكون معاه عدد كبير جدا من ارود قبيلته وهم بيتحركوا في الغابة وبيقفوا لما بيشوفوا جثة ارد قبيلتهم وجنبه ارد قبيلة النسور وفي نفس الوقت ده بيشوفوا حصان نواة واللي وقتها بيفكروا حصان الارد اللي مات وعلشان كده بيؤمر سيلفا الكل انهم يمشوا ورا الحصان لانه هيوصلهم لقبيلة النسور ووقتها هينتقم منهم لموت صديقهم وساعتها بيسمع نواة كل كلامهم وبيجري باقصى سرعته علشان يوصل للقبيلة قبلهم ويحذر اهله ولكنه للاسف بيكون متأخر لان سيلفا واللي معاه بيكونوا وصلوا للقبيلة وحرقوا بيوتهم فوقتها بتسرخ والدة نواة وبتقوله يروح ينقذ والده فبيجري نواة على قوضة والده وبيلاقيه بيفك كل النسور قبل ما يتحرقه وساعتها بيوصل سيلفا للمكان وبيقبض على والد نواة وبيضربه فبيجري نواة وبيدافع عن والده بكل قويته ولكن للاسف بيكون سيلفا اقوى منه بعض عاف وبمجرد ضربة منه بيقع نواة من فوق المبنى وبيغم عليه وبيفوق نواة تانيوم وبيلاقي المكان حواليه اتضمر والقبيلة كلها اختفت فبيعرف ان سيلفا اخدهم يخدموا قابلته وفي الوقت ده بيتفاجأ نواة بجسة والده فبيدفنوا وهو منهار على موته وبيوعدوا انه هيدور على قبيلتهم وهيرجعوا من تاني الارضهم ويعيشوا في سلام وفعلا بيبدأ نواة رحلته في الغابة علشان يدور على معسكر قبيلة سيزر وفي طريقه بيقع في فخ في الغابة وفجأة بيلاقي نفسه تحت الارض وبيتفاجأ بارد قدامه بيهدده بانه هيقتله وده لانه بيفكر انه من قبيلة سيزر فوقتها بيقوله نواة انه من قبيلة النسور وبيعرفه انه بيدور على قبيلة سيزر لانهم اثروا قبيلته كلها فبيتطمن الارض وبيعرفه على نفسه وبيقوله ان اسمه راكا وبيقول ان قبيلة سيزر اتلت صديقه الوحيد وكان لسه بيتفن جسته وبيلاحظ نواة الكتب اللي موجود عند راكا فبيحكي له راكا قصة الكتب دي وبيقوله انها كتب خاصة بسيزر وان سيزر كان اول قائد للارود وكان عنده علم متطور عن اي ارد تاني وعلشان كده سجله في الكتب وانه حاليا بيحمي كتب سيزر علشان ما تقعش في ايد اي ارد ويستغلها بطريقة غلط وبيقرر راكا انه يكمل الرحلة مع نواة ويدوره سوا على قبيلة سيزر علشان ينتقم منهم وفي الطريق بيلاحظ نواة ان البنت البشرية بتطارده مرة تانية والمرة دي بيخوفها وبيخليها تهرب بعيد عنه ويسعدها بيتدايق منه راكا جدا وبيقوله ان القائد سيزر كان دايما بيسعد البشر وانه كان شايف ان البشر والارود يقدروا يعيشوا سوا بسلام في نفس العالم وعلشان كده لما بيشوف راكا نفس البشرية مرة تانية بالليل بيسعدها وبيديها كمان اكل من اللي معهم فساعتها بتجري وبتاخده بسرعة فبيعرف نواة انها كانت ماشية وراه لانها كانت جعانة وبيقرر راكا انه يسميها نوفا وده لانه كان الاسم اللي بيسامي بيه سيزر كل البشر وبعدها بيتمشى نواة في الغابة وبيستكشفها لحد ما بيلاقي آلة غريبة اول مرة يشوفها وبيتكون الآلة عبارة عن تليسكوب فضائي كان للبشر قبل ما ينقرضوا وتطورهم يختفي واول ما بيستخدموا نواة بينبهر بالفضاء اللي اول مرة يشوفوا وفي نفس الوقت ده بتكون نوفا ماشية وراه وبتعرف مكانه فبتروح هي كمان وبتستخدم التليسكوب وبتكون مبهورة من اللي بتشوفه وده بيخلي نواة يستغرب لانه بدأ يحس ان نوفا زكية وان زكاءها ده يشبه زكاء الارود وتاني يوم بيكملوا الاتنين رحلتهم ولكن المرة دي بعد ما قرروا ان نوفا تنضم ليهم وفي الطريق بيتفاجئوا ببحيرة عليها قاطيع كامل من الحمير الوحشية وبيكون نواة وراكة متفاجئين وده لانهم اول مرة يشوفوا النوع ده من الحيوانات وبيتفاجئوا اكتر لما بيشوفوا قبيلة كاملة من بشر الايكو ووقتها بيظهر ان البشر فعلا اتغيرت تماما للاسوأ لدرجة انهم فقدوا قدراتهم ومعرفتهم باللغة والكلام وكل تعاملهم بقى شبه البشر البدائيين وفي الوقت ده بيقرر نواة انه يكمل رحلته الوحده وبيطلب من راكة انه يفضل مع قبيلة البشر ويعلمهم العلوم المتطورة وفعلا بيوافق راكة لانه وقتها بيحس انه هيساعد البشر زي ما كان سيزر بيساعدهم وقبل منواة يمشي بيدي له راكة سلسلة برمز سيزر وبيقوله انه لازم يحافظ عليها لانها مهمة جدا وبمجرد منواة بيتحرك بيتفاجئ بسيلفا ومجموعة كبيرة من اورود قبيلته وهم بيهجموا على البحيرة ده كمان بيقتله كل اللي عليها من حيوانات وحتى البشر وده بيتسبب ثراب الكل ومحاولتهم في الهروب وعلشان كده بتنفصل نوفا عن راكة وهي بتحاول تهرب وتنقذ حياتها وبلاحظ سيلفا ان نوفا مختلفة عن باقي القبيلة بسبب لبسها اللي بيدل على انها متطورة وعلشان كده بيؤمر قبيلته انهم يطردوها ويقبضوا عليها وساعتها بتكون نوفا مستخبية بين الحقول وبترائب نواة اللي بيكون واقف بيتفرج على اللي بيحصل من بعيد وفجأة بتقف نوفا وبيتنادي على نواة بقى على صوتها ولما بيسمعها نواة بيجري عليها وبيقرر انه يساعدها وفعلا بيقدر ينقذها من ايد سيلفا واللي معاه على اخر لحظة وبيهربوا وبيكون معهم راكة وبعدها بيقول نواة لراكة على اللي سمعه وبيقوله انه متأكد ان نوفا بتتكلم وده لانها نادت عليه باسمه ولكن راكة بيكون مش مصدق كلامه خاصة لان البشر اساسا نسيوا اللغة والكلام وفي الوقت ده بتصدمهم نوفا للمرة التانية خصوصا لما بتتكلم قدامهم وبتقولهم ان اسمها معي وبتقول انها تعرف مكان قبيلة سيزر وبتحكي لهم معي انها من البشر العاديين واللي بقوا قليلين جدا في العالم وانها كانت بتهرب من الارود بعد ما هجموا عليها وعلى عيلتها ده كمان هي الوحيدة اللي نجت وباقي عيلتها للاسف ماتوا وبتقولهم انها في البداية كانت مش واثقة فيهم وعلشان كده رفضت تعرفهم حقيقتها ولكن دلوقتي بيتصق فيهم وتقدر تاخدهم لمعسكر قبيلة سيزر وفعلا بيرجعوا التلاتة وبيكملوا رحلتهم من تاني والمرة دي ماي هي اللي بيدلهم على الطريق لحد ما بيوصلوا لجسر وسط البحر ووقتها ما كانوش عارفين ان قرود سيلفا انتشرت في كل مكان حوالين الجسر لحد ما بيشوفوا سيلفا واقف قدامهم ولما بيفكروا يرجعوا يهربوا بيتفاجئوا ان باقي القرود حصرتهم من كل مكان على الجسر ووقتها واحد من القرود ابض على ماي فبتحاول تهرب منه لحد ما بتعف البحر وبتتعلق في الشبكة قبل ما تغرق وساعتها بيروح راكا وبيساعدها بسرعة وبيطلعها من المياه ولكنه للاسف قبل ما ينقذ نفسه بيجي واحد من القرود وبيقطع الشبكة بيه فبياخدوا الطيار وبيتحرك وللاسف بيموت راكا اما سيلفا فبيكون قدر يسيطر على نوا وماي واخدهم معاه لحد المعسكر ولما بيدخل نوا للمعسكر بيشوف فيه مئات القرود من قبائل مختلفة ده غير انه بيقابل سونا اللي بتفرح جدا اول ما بتشوفه عايش وده لانها بتكون مفكرة مات وبتاخد سونا لولدته وبيتطم النواة عليها وانها بخير وفي نفس الوقت ده بياخد القرود ماي لقوضة في المعسكر وبيبان على القوضة انها حديثة عن اي مكان للقرود وكأنها قوضة للبشر وده بسبب الكتب والادوات البشرية اللي موجودة في كل مكان في القوضة وفعلا بتسمع ماي صوت بشري وراها وبيعرفها بنفسه وان اسمه تريفة هعن وبتلاحظ ماي انه من البشر العاديين اللي بقى وجودهم نادر جدا وبتعرف ماي من تريفة هان انه في يوم كان بيحاول يهرب لمعسكرات البشر تحت الارض ولكنه في الطريق للأسف رجله تكسرت ولقى سيلفا وجابه للمعسكر علشان يعلجه ومن يومها وهو عايش معهم وكمان بيحكي قصص تاريخية للملك فوقتها بتكون ماي متضايقة منه وده لانه بيساعد الملك على اللي بيعمله لانه كده مش ضد اللي بيحصل في البشر فبيقول لها تريفة هان ان البشر كده كده هيموتوا على ايد القرود وده لانهم بقوا اكتر وازكى منهم وانه الافضل يأمل لنفسه وحياته مع القرود بدل ما يخسرها وفي الوقت ده بيسمع كل المعسكر صوت اجراس قوية فبيعرفوا ان الملك خارج يتكلم معهم وعلشان كده كلهم بيجتمعوا في الساحة وبيخرج ملك القبيلة واللي بيكون مسام نفسه سيزر على اسم القائد الاول لهم وبيتكلم مع باقي القرود وبيقولهم انه سيزر الجديد وبيعرفهم انه هو اللي هيزود تطويرهم وهيخليهم يحكموا العالم كله وده بعد ما يقدروا يفتحوا الباب الحديدي للمعسكر السري للبشر وبيشجعهم سيزر انهم يفتحوا الباب وفعلا بتطوع مجموعة كبيرة من القرود علشان تفتحوا ولكنهم للأسف بيموتوا كلهم من قوة المجهود اللي بزلوه من غير ما الباب يتحرك ولو جزء بسيط وسعتها بيقول تريفاثان لماي ان سيزر بيحاول يفتح الباب من شهور وبرغم فشله ولكنه بيحاول من جديد كل يوم ووقتها بتكون ماي مصدومة ان تريفاثان بيساعد الارود انهم يفتحوا الباب برغم انه عارف السر الوراء وفي نفس اليوم بيستدعي الملك نوا وماي علشان يتكلم معهم وبيقول لنوا انه معجب بزكاؤه واللي مختلف عن زكاء اي ارد تاني وبيقول لماي انها اهم عنصر هيقدر يفتح لهم البوابة وبيسأل نوا اذا كانت ماي قالت له اي سر عن البوابة دي ولكن نوا بيقوله انه ما يعرفش اي حاجة وسعتها بياخد سيزر وبيتكلم معاه بعيد عن ماي وبيقوله ان البشر خينين وانهم عايزين يتخلصوا من الارود وعلشان كده لازم ما يسقش في ماي ويساعده هو وإلا ماي هتغضر بيهم كلهم ولكن نوا بيصمم على كلامه وبيقوله انه ما يعرفش اي حاجة عن البوابة وبيرجع نوا لوالدته وبيبان عليه الحزن لانه مش قادر يساعد نفسه ولا يساعدهم في الهروب فبتهون عليه الام وبتقوله انهم راضيين بالامر الواقع وفي الوقت ده بيشوف نوا نصر والده وبيتفاجئ لما النصر بيقف على ايده زي ما كان بيعمل مع والده وساعتها بيفرح نوا واملو بيتجدد في الهروب من المعسكر ولشان كده بيروح لماي بالليل وبيسألها هي ليه كتبت عليه وقالت له انها تبقى اخر واحدة من البشر المتطورين في حين ان تريفاتان لسه موجود والاكيد ان برضو هيكون في غيره وساعتها بتقوله ماي انها كانت مش واثقة فيهم ولكنها حاليا واثقة فيه وتقدر تساعده في اي حاجة ولشان كده بيتفقوا انهم يدخلوا معسكر البشر السري وده لان ماي تعرف الطريقة اللي هتفتحوا بيها وفعلا بيطلب نواق المساعدة من سونة وانايا اصحابه وبيتحركوا بالليل علشان يدخلوا للمعسكر فوقتها بيشوفهم تريفاتان وبيلوم ماي وبيقول لها انها كده بتعرض حياتهم للخطر وان الارود كده كده هتقدر توصل للي في المعسكر ولشان كده لازم على الاقل يضمنوا انهم هيكونوا في امان معهم ولما بتحس ماي ان تريفاتان هيبلغ سيزر عنهم بيتهجم عليه وبتخنقه لحد ما بيموت وبعدها بيكمل الاربع طريقهم وبيتسلقوا الجبل علشان يوصلوا لبوابة المعسكر واخيرا بيقدر يوصلوا للبوابة الخلفية وفعلا بتقدر ماي انها تفتحها وبيدخل الكل وبيفتش في المكان لحد ما بتقدر ماي توصل لاجهزة الكهرباء وبتفتح الاضاءة وساعتها بينبهر الكل بالاضاءة والكهرباء اللي اول مرة اساسا يتعرف عليها وبتطلب منهم ماي يفضلوا في اماكنهم لحد ما ترجع وبتسيبهم وبتروح وبتفتش في باقي المعسكر لحد ما في النهاية بتشوف اوضة الاسلحة المتطورة واللي بتكون هي السبب الوحيد اللي بيسحى وراه سيزر علشان يمتلكه فبتاخد ماي جهاز اتصال اسلكي كان موجود في الاوضة وبعدها بتخرج وبتفعل نظام التفجير وبتتفق مع نواة انه يدور على قابلته ويحاول يهرب بيهم وده علشان مجرد ما يخرج من المكان هتفجر المعسكر باللي فيه علشان تدمر الاسلحة ولكن بمجرد ما بتفتح ماي البوابة بيتفاجئوا بوالدة نواة قدام الباب ووراها سيزر وباقي الارود ووقتها بيقوله سيزر انه فخور بيه جدا وده لانه وصله لللي كان عايز يوصله بقاله شهور وبيفكروا انه قاله قبل كده ما يسقش في البشر وعلشان كده بياخد سونة وبيخير نواة ما بين انه يقتل معي اما سونة هتموت قدام عينيه وفي الوقت ده بتدخل ماي وبتطلع مسدس وبتقتل به الارد اللي كان هيقتل سونة وساعتها بيخاف سيزر منها وبيسمح لها انها تهرب ولكن قبلها بيسألها اذا كان فيه اسلحة تانية موجودة في المعسكر ولا لأ وساعتها بتتأسف ماي لنواة وبتجري على المتفجرات وبتفجر المعسكر وده بيخلي ماية المحيط تغرق المكان فبيجمع نواة قبلتوا في اسرع وقت وبيهرب بيهم من المعسكر لحد ما بيوصلهم لجبل عالي ولكن وقتها بيتفاجئ نواة ان سيلفا بيطرده وعايز يخلص عليه وهنا بتدور بين الاثنين معركة قوية جدا وبيقدر نواة انه ينتصر فيها ويحتاج السيلفا في المية لحد ما بيغرق واخيرا بتتحرر قبيلة النسور وبترجع لارضها من تاني علشان تعمرها وتعيش حياتها بسلام وفيهم بيتفاجئ نواة بزيارة مايلي ووقتها بيكون متضايق منها لانها كانت انانية وقررت انها تفجر المعسكر قبل ما ينقذ قبيلته وده بيخلي يتأكد ان البشر مش حابين وجودهم على الكوكب وانهم بيتمنوا يرجعوا صمتين تاني ويحبسوهم ولكن نواة بيعرفها ان البشر والارود يقدروا يعيشوا سوا على نفس الكوكب بسلام شديد وان ده كان كلام سيزر اول قائد ليهم وهنا بيديها نواة سلسلة رمز سيزر وبيطلب منها تحافظ عليها وبيوضعها وبعدها بتكمل ماي رحلتها لحد ما بتوصل لمعسكر سري للبشر في وسط الصحراء وهناك بيكون لسه في عدد كبير جدا من البشر المتطورين واللي بيفرحوا لما بيلاقوا ماي قدرت انها توصل لجهاز الاتصال الاسلكي ولما بيستخدموه بيقدروا يتواصلوا به مع باقي البشر القليلة المتفرقين في انحاء العالم وده بيديهم امل انهم يقدروا يرجعوا حضارتهم المتطورة من جديد وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة اتمنى تكونوا اتبسطتم معانا ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب واتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد اشوف بقى والشكو على خير سلام